بسم الله الرحمن الرحيم نكمل بشوانسين كورس الأردوين احنا وقفنا مرة اللي فاتت عند ان احنا فرقنا ما بين الكمبيوتر والمايكرو كنترولر مفروض النهاردة ان شاء الله نبتدي نخش على الأردوين ونقرف الفرق ما بينه ما بين المايكرو كنترولر وفي الحقيقة الأردوين اصلا هو عباره عن مايكرو كنترولر بس بزيادة شوية فتشارز كده شوية مميزات طب اولا نشوف ايه العيوب اللي في المايكرو كنترولر اللي خلتنا نحتاج ل trov 필요ة اسمها الاردوين ن lineage نبص كده على المايكرو كنترولر هتلاقي دي المايكرو كنترولر во دي الرجول بتاعته هنفترض مثلا انا عايز اوصل المايكرو كنترولر ده باليو س بي بتاعت الكومبيوتر اوصله ازاي؟ لازم gravitه تجيب المخرج بتاع اليو س بي وتجيب الانترفيز بتاعه واتواسطهم على المايكرو كنترولر اوف الان الموضوع ده بيبقى صعب شوية طيب أنا عايز مثلا هوصل الرجول على بتاعت المايكرو كنترولر ديت مثلا على تتحكم في الديسي موتور تشوف فاقي لازم تحط دوت في بريت بورد وقبل ما تحطه في البريت بورد وتحطه في قاعدة عشان هو رجو ما تكسرشي وتوصلهم في البريت بورد وبعدين تبتدي تأخذ بقى إيه من البريت بورد من النقط اللي واتوصلها مع الرجول ديت على البريت بورد تأخذها وتوصلها بالاي سي بتاع الديسي موتور ومن الآيفية تهديس موتور على الموتور وكذا تلاقي الموضوع فيه تعقيدات شوية وصعوبات شوية وايس بقى على كده بقى الايه بقى الصعوبات اللي اللي بتلاقيها لما تيجي تتعامل مع المايكرو كنترولر وطبعا الناس اللي تتعاملت معاها تقدر تعرف الكلام ده كويس فقالوا لك احنا نعمل حاجة بقى سهلة اسهل من الكلام ده يسميها الاردوينو عبارة عن ايه الاردوينو وياك في الاساس عبارة عن ماكرو كنترولر زيه نحن شايفين الكتب ده الميكرو كنترولر جوا ماكرو كنترولر اللي هو من شركة اتلى اللي هو نوع AVR AVR طبعا ديه اردوين éono اللي هي الكتة اللي اسمها اردوين éono هنعرف طبعا الر backend اللي هي الأنواء بت regular فيبقي جوا كده ماكرو كنترولر والماكرو كنترولر حواليه بقية الحاجات الثانية دي كلها حوالي مثلا omes لك مااء اي نوع من أنواع الميكرو كنترولر هذا رجول الذهاب يكون له رجول ينفع تقرأ منها Tag От Corporation. من سفر الـ 11 13 إنفع تقرأ عليهم دي جي تلو أمم. يعني مثلا تلاقي الرجل رقم سفر ديت مثلا هي الرجل اللي موجودة هنا. رجل رقم واحد هي الرجل اللي موجودة هنا. دعني أريدكم سائل لكن طبعا احنا متعرف على المايكرو ده بتتفصيل كمان شوية. فانت عندك ان الرجول دي بدل ما كانت انت بتتعامل مع الرجل اللي موجودة هنا ديت بتتعامل مع إيه؟ مع البنات اللي موجودة هنا تقدر بقى توصل سلك من هنا بسهولة جدا أو توصل هنا سلكة في ميل توصلها هنا في الميل ده وتقدر تصدامها وتوصلها على بريد بوردا وتصدامها زي ما انت عايز فاصبح الموضوع كده بيننسبة لك الانترفيسيس بقت سهل مسلا انت عندك هنا الانترفيس بتاع اليو سي بيهو تقدر توصل البردا على اليو سي بي بسهولة جدا ما فيش فيها اي مشكلة خالص وطبعا كيتة الاردوينو بتخرج لك خمسة بولتها انت بتديها باور عن طريق اليو سي بي البور اللي بيشغل البردا دية بيجي من اليو سي بي او بيجي من من المكبس ده المكبس ده بتدخله كمة جهد اه بتتروح من سبعة فولت لحد عشرين فولت وهو بياخدها وبتدخل على الريجيوليتورز والريجيوليتورز لية بتطلع لك هنا خمسة فولت او بتطلع لك هنا ثلاثة من عشر فولت فاصبح دلوقتي انت مش بس بتدي جهد للا اي سي لا ده هو كمان بيعني ايه مزواد لك حتة فشير زي كده بيقول لك لو انت عايز تاخد خمسة فولت تخدها من هنا بردو لو عايز ثلاثة وطريتها من عشر فولت تخدها من هنا اه وفي نفس الوقت انت لو عايز تتعامل مع الاشارات الانالوج اهم طلعهم لك وردو على انترفيس الزهومت عشان تتعامل معه وفي نفس الوقت طريقة البرمجة عن طريقة حاجة اسمها الاي سي اس بي الاي سي اس بي لو انت عايز تتبرمج الكيت ديت وهي موجودة فيين موجودة في قلب الدايرة بتاعتها وطبعا هو موصل لك هنا الكريستالة على المايكرو كنترولر وبالتالي انت مش تحتاج ان انت بقي جيب الكريستالة بالمكاسفات بتاعتها وتوصلوا الكلام ده لا اول موصلها لك جهازة وموصل لك هنا مفتاحين اتنين كي وموصل لك هنا لد على البنر رقم 13 دي وعملك شوية حاجات كتير جدا انت بدل ما انت اتعود تعمل انت الكلام ده بسلوك وكما شيء الدي للعملية متسجسرى جدا 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 واحنا هنشوف طبعا التفاصيل اللي موجودة بتاعت البوردة ديت كمان شوية فازبح دلوقتي انت عندك الدي هو عبارة عن البيئة اللي حوالي دات ده تستطيع التعامل مع البيئة اللي حوالي ديات دلوقتي بسهولة جدا بدلا ما كنت بتتعمل مع هردول بس فاذا في النهاية الاردوينو في النهاية هو مش يزيد earning بس يعني متزبط شوية كده بحيث ان انا اعرف اتعامل معها بسهولة واني يكون الموضوع بالنسبة لي سهل فاذا دي النقطة الاوانية طيب الدايرة دي يتعامل ازاي يعني ده متوصل على النقط دي ازاي المايكرو كنترولر متوصل على الكريستالة ازاي ولا الكريستال متوصلها على الرجلة رقم كام هنا طيب اليو اس بي متوصل من خلال ايه عن طريق المايكرو كنترولر اه على المايكرو كنترولر قال لك بص بالناس الي عملك الاردوين وقال لك احنا هنعملو يعني اه دايرة بتاعته اللي هي التوصيلات بتاعته ما بين كل الحاجات ديت هنحطها في ريلي الناس الري عايز يبص عليها يبص الري عايز يخضها وينفزها ويعمل هو الكتة بتاعته يعملها الي عايز يطور فيها يطور فالوي hacen احنا ان احنا هنعملها فانت ممكن ترس تخش كده على الموقع بتاع اردوين او تبحث على النت هتنزل للا ايه بتاع بوردة الأردوين ادي كده ده السكمات بتاعت اللي هي بتاعت بوردة الأردوينو اللي هو الشكل بتاعها او الانترن بتاعتها هتلاقي هنا هنا مثلا الأردوينو انا مش شايف بس انه يعني الكلام مش وضح شوية فعامتا هو ده اللي هي التركيب الداخلي لكتة اللي هي الأردوينو اون طيب طبعا انت تقدر تخش على كمان حاجة مهمة انت تقدر تخش على الرابط اللي قدامك ده تقدر تاخد بتاع الأردوينو ايه بتاع الأردوينو ده مش هنا عندنا في البيك مايكرو كنترولر او في اي مايكرو كنترولر بيدي عندنا برنامج بنكتب فيه الكود ونعمل منه ونشوف الكود صح ولا لا او كلام من كده قالك ما كذلك برضو الامر في الأردوينو في برنامج كده بنستخدامه علشان نكتب فيه الكود اللي الأردوينو ينفزه طبعا البرنامج ده نفسه الناس احطين لك او اللي عمل اردوينو حاطين لك الكود بتاعrained البرنامج ده بحيس ان انت لو عايز تعدل في البرنامج تعدل في الشكل بتاعه وتعدل في الطريقة اه في الكود بتاعه تقدر تعدل فيه فهيحط نقولك على الرابط ده يعني اقي للك بص احنا عاملين الصفت وير اوبن سورس عاملين الهارد وير اوبن سورس البرنامج اللي هتستدامه وتقدر تعدل فيهigung مش مش البرنامج مش المقصود به الكود اللي ده البرنامج اللي انت هتكتب فيه البرنامج ده انت تقدر تعدل فيه وتغير فيه والهاردوير نفسه ان الكتة نفسها متاح عليك ان انت تتعدل فيها وتغير فيها وتطور فيها وتعمل كل اللي انت عمزه فالاردوينو هو تقدر تنزل طبعا الرفرنس ده وتبص عليه وطبعا تكبر الصور شوية لان الموضوع بالنسبالي مش واضح شوية طيب احنا كده خلصنا يعني عرفنا يعني مايكرو كنترولر. وعرفنا يعني اردوين. عاسين نبص كده على المايكرو كنترولر اللي موجود ده كدة الاردوين والي احنا مش شغل على احنا نشغل على كدة اسمها ان شاء الله مش عارف نخل طب نخش الاول في عنواع الاردوين. قبل من خلش في الداتا شيت نخش في عنواع الاردوين. ناخد بالنا بشونسين الفرق ما بين كل أردوين والتانية أو ما بين كل بردة أردوين والتانية بيبقى فرق في حجات بسطة جدا يعني مثلا فرق في عدد الرجول اللي موجودة فرق في العدد اللي هي الموجودة فرق في عدد الانالوج الموجودة فرق مثلا في عدد الموجودة وهكذا فتلاقي الفرقات في حاجات زي كده فمثلا الكتة اللي احنا شغالين عليها بتستخدم بروسيسور اللي هو مايكرو كنتورر اللي هو اتميجا اثنين وتلاتين تمانية اللي انت ممكن تبحث عنه وتنزل التاتاشيت وتبص عليه وطبعا الدياتاشيتا هتطوها لكوا تحت الفيديو ان شاء الله احطوكم رابط لها تحت الفيديو الصورة بتاعته اللي اني يقدر يوصل لها اللي ه 16 ميجا هرتز عدد الانالوج الاينبوت اللي موجودة فيه ستة وطبعا الاوت بوت ما فيش عندي الاوت bye امเابوت a unterschiedاموض يعني البنات اللي اقول الرجل اللي انفعة تشتغل were does different يعني نقدر من خلال الكتة ديت ان احنا نتحكم في صرحة ست مواتية نتحكم في صرحة كان مطور ست مواتية الاي بروم واللي انا شرحتها لكم من شوية وطبعا هناخد مشروع بالتفصيل عن الاي بروم يعني ان شاء الله قدام وطبعا الناس اللي عايزة تعرف يعني اي بروم برضو ترجع لكورس البيك مايكرو كنترولر وتسمع اخر جزء نزل فيه عندي هنا واحد كيلو بايت الاي بروم عندي اتنين كيلو بايت اس رام اللي هي الرام يعني عندي اتنين وت selling اتنين كيلو بايت اللي هي ال途اش والايو اس بي اللي هو العادي يعني اليو اس بي العادي وعندي واحدة يو ارت وطي لاتي اللي هو عبارة عن اا البروتوكول المستعمل عشان اوصل كاتة الوردوني ديت بالكمبيوتر وا communicل معينهم ممكن داتا او عشان اوصل كاتة الوردوني واى كات leave or otherwiseancies just او او اي او اوصلها باي جهاز بيشتغل بطريقة الى فالايو ارت دي عبارة طريقة اتصال ما بين اجهزة. فموجود منها كم هنا موجود هنا منها واحد. لو جينا على كدة الاردون واللي هي ديت هتلاقي ان هي باستدامة البروسيسور ده وهتلاقي ان هي سرعتها بتوصل لحد اربعة وتمانين ميجا هرتز وهتلاقي ان فيها اتناشر انالوج امبوت واثنين انالوج اوتبوت وده شيء كويس ان يكون فيها اا انالوج اوتبوت والبال سويدسي مدليشة اتناشر في حين ان درجة الامبوت اوتبوت اربعة وخمسين يعني دخل هنا اربعتاشر هنا اربعة وخمسين اربعة وخمسين ريك اللي تقدر تشغلهم كامبوت او كاوبوت. وعندك هنا الايه برون بيقولك مش موجودة مش عارف ازاي. وعندك الرام اا ستة وتسين كيلو بايت وده اا كبيرة جدا مقارنة طبعا بالميكروهات التانية بتتكلم على مايكرو تاني هو اا اا الواخد اتنين كيلو بايت. وبعدين بتتكلم هنا على ان الفلاش بتاعتك خمسمية واثناشر كيلو بايت. السابقات وبتتكلم علي الواتبوت عندك اتنين نوعهم المايكرو يعني الواتبوت ستلاقي هنا الواتبوس في حين لينة وهنا موجود واحد وهنا موجود اهي اتنية اتنين مايكرو هادي اتنين مايكرو وان اليوارد الموجودة فيه اربعة فطبعا الكتة اللي هي التانية دي امكانتها اكبر بكتير من الكتة اولانية هتبصوا بقى على بقية الكتات التانية هتلاقي الفروق بالنسبة لك تقدر تستنتاج من فلق الجدول وانا حاطت رابط عشان تبص على بقية البردات اللي طلعت لاني مش هما دول بس انا بس قلت اجيب ايه جزء اوضح لكم بيه الامور